اشتركوا في القناة اهلا بكم بداية نشرتنا من أشأن الفلسطيني حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل من بينهم طفل وامرأة وأصيب أخرون إثر استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يقع في حي الصبر جنوب مدينة غزة كما استشهد فلسطينيين جراء استهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين جنوب دير البلح إضافة إلى إصابة عدد آخر وأنسفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة هذا وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها صوب منازل الفلسطينيين في المخيم الجديد وحي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش على أنه لا شيء يبرر العقابة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان قطاع غزة وضف جوتيريش أن سكان القطاع يعانون على نحو لا يمكن تصوره لفتا إلى أن مستوى الموت والدمار لم يشهد لهما مثيلا منذ أن تولى منصبه الحالي قبل السبع سنوات قال المقارر الأممي المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي بيدرو أوغودو إن الشخص الواحد في قطاع غزة يحصل على نحو 4.7 فقط من المياه يوميا وضف أوغودو أن إسرائيل تمنع دخول نحو 70% من المواد اللازمة لتنقية المياه في غزة مشددا على أن تلوث المياه في غزة قنبلة صامتة تأثيرها أكبر من تلك التي تدمر المباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين يشارك خلالها في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق تعاون الاقتصادية وأضفت الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكين سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين المصريين لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وزيادة المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين ننتقل الآن للشأن اللبناني حيث جدد الاحتلال الإسرائيلي قصف واستهدف عدة بلدات في الجنوب اللبناني واستهدف الاحتلال وأطرف بلدتي علم الشعب ويارين في القطاع الغربي بعدد من القذائف الهون جاء ذلك بتزامني مع تحليق مكثف للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء شمال الأراضي المحتلة دوت صفرات الإنذار في بلدة المنارة بالقليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان حيث أفادت وسائل أعلام إسرائيلية من فجار قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان دون وقوع إصابات من جانبي أعلن حزب الله اللبناني استهدف موقع العباد الإسرائيلي بصاروخ موجه مؤكدا أن الصاروخ أصاب الهدف الإسرائيلي بشكل مبشر يزور المفاوض العام لوكالة الأونور وفيليب لازاريني لبنان من أجل بحث سلسلة من القضايا التي تتعلق بعمل الوكالة في لبنان وهذا على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وظفة ويبحث اللازاريني حيادية الموظفين في الوكالة ويعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين خلال زيارته القصيرة إلى لبنان أطلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بالتعاون مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماتي هولنغورث أول مؤشر لأسعار الشهري للسلع الغذائية في لبنان عن شهر يوليو الماضي وأوضح سلام أن المشروع اضمن جهود الحكومة والجهات الدولية لتوفير أداة مواحدة للمستهلكين لمراقبة تقلبات الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي ويهدف إلى تمكين المستهلكين من متابعة معدلات أسعار السلع الأساسية في شكل علمي ومنهجي ويوفر أيضا للوزارة أداة فعالة لمراقبة تقلبات الأسعار نظم اتحاد لجان العودة في منطقة صيدة جنوبي لبنان وورقة أمام مكتب وكال التاغوث وتشغيل الألاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم عين الحلوة لتأكيد على التمسك بالوكالة والمطالبة بتحسين خدمتها الصحية وتربوية والاجتماعية وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة حماية الوكالة من الابتزاز السياسي والمالي وتأمين التمويل اللازم لتحسين الخدمات الأساسية وتوصيع نطاق المساعدات لتشمل كافة اللاجئين وأكدوا ضرورة إعادة إعمار المنازل التي تضررت خلال المعارك الأخيرة في مخيم عين الحلوة وإعادة فتحي المدارس المغلقة تحل هذه الأيام ذكرى الثانية والأربعين لمجزرة صبرة وشتيلة في لبنان والتي ارتكبتها ميليشيات مناوئة للفلسطينيين وتحت غطاء وحماية الاحتلال الإسرائيلي وتتزامن الذكرى الحالية مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني على مدار التاريخ الحديث حفرت إسرائيل اسمها في سجل المذابح والقرائم التي لم تسقط بالتقادم ولم يتجاوزها الزمان ولا المكان السادس عشر من سبتمبر عام 1982 يوم دام شهد مجزرة صنفت كواحدة من أبشع المذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات داعمة له في مخيم صبرة وشتيلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان القصة تبدأ قبل ذلك التاريخ بأربعين وعشرين ساعة ففي الخامس عشر من سبتمبر اقتحم الاحتلال العاصمة اللبنانية بيروت وأحاط بمخيمات اللاجئين وفي اليوم الذي تلاه دخلت ميليشيات مناوئة للفلسطينيين مخيم صبرة وشتيلة وراحت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تلقي بالقنابل الضوئية لتنير عتمة المكان الآمن أمام آيون قتلة الأطفال والنساء والشيوخ عمليات قتل استمرت ثلاثة أيام وخلفت أربعة آلاف شهيد وفقاً للإحصاءات المعلنة ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على تاريخ المجزرة التي وقعت خلال محاصرة الجيش الإسرائيلي لبيروت بعد اكتياحه لبنان عام 1982 لم يحاسب حتى اليوم أي شخص أمام القضاء اللبناني أو الدولي المجزرة البشعة لم تكن الأولى وبالطبع ليست الأخيرة فذكرها حاضرة في وقت ترتكب فيه آلة الحرب الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية تستهدف الأطفال والنساء والعجائز في قطاع غزة بدم بارد منذ قرابة عام كامل وبالتوازي مع الحرب المستعرة في غزة تخوض إسرائيل مواجهات على جبهتها الشمالية مع حزب الله اللبناني وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع لحرب أوسع في لبنان بأسره ما قد يقوض الاستقرار والسلم في المنطقة تظل الكلمات عاجزة عن الوصف ويقف الإنسان غير قادر على التصديق أمام أي قصة قد تسرد ما جرى في مخيم صبرا وشاتيلا وما تمارسه كذلك القوات الإسرائيلية هذه الأيام مرح غائر لا يلتأم أهوال عاشها سكان مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل نحو أربعة عقود يستذكرها من نجا ويحيي ذكراها من فقد عائلته وتعيدها إلى الأذهان مجددا مآسي ووحشية وحرب تجويع وتهجير ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة هذه الأيام في مسلسل متكرر سيظل شاهدا على محتل لا يعرف سوى لغة الدم والتنكيل أمام شعب لا رغبة له سوى التمسك بأرضه وقضيته إلى العراق حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق سيكون قريبا وأوضح السوداني أن العراق تتحول من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار والمزيد من المتابع مشاهدين تنضم إلينا من بغداد مرسلة القاهرة الإخبارية هبة التميني مرحبا بك هبة ما الذي يعني هذا التصريح بقرب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والتوقيت الأعلان عنه نعم يا بيسان تحية طيبة التصريحات اليوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصريحات صريحة وواضحة خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي يمر في العراق خصوصا هناك تعاود مشترك حصل في الأيام الماضية خصوصا بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد المزال التوية الذي قام به القوات الأمنية العراقية وكذلك القوات الأمريكية والتحالف الدولي الذي كان موجود في صحراء الأنبار عندما تم قتل أكثر وما يقارب 17 إرهابية من بينهم قيادات بارزة في داعش كان هذا الاشتراك مع القوات التحالف الدولي والقوات الأمنية العراقية وكانت هذه الإنزال الجو وهذه العملية ناجحة بكل تأكيد أشهدت به جميع الصحف العالمية وحتى الوكالات الأجنبية خارج العراق وكانت الصحف المحلية كانت عنوانها الرئيسي وهذه العملية نتحدث في هذا التوقيت أيضا في توقيت أيضا حساس خصوصا في حكومة السوداني حكومة بصراحة بعض من الأجهات لا تريد الخير للعراق ولا تريد أيضا الخير للحكومة العراقية بخصوصا في ظل هذه الأوضاع الأمنية المستقرة في العراق في أموم العراق بغض النظر من بعض من المحافظات العراقية مثل صلاح الدين وكاكوك وكما أشرت صحة لنظر بها بعض من فلول داعش والقوات الأمنية وحتى بالتعاون مع التحالف الدولي تم سيطرة على بعض من فلول داعش وأوكار يتم أيضا استهداف أوكار لداعش نتحدث عن التصريحات اليوم اللي هي رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني قال أنه لا يوجد مبرر ينهى وجود التحالف الدولي والآن عراق 2024 ليس عراق 2014 يعني يصد هنا أنه العراق آمل ومستقر وأن الأرهاب وخصوصا تنظيم داعش الأرهابي لا يشكل خطر على الدولة العراقية والعراق هو خصوصا من القوات الأمنية جاهزة لكل ما يفعله بعض من فلول داعش وأيضا بعض من الخروقات الأمنية التي تحصل وأنما هنا المسيطر الأساس هو القوات الأمنية أيضا بالتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني قائد العام للقوات المسلحة أيضا تحدث عن إنهاء موعد قريب للتحالف الدولي في العراق وستحول هذه العلاقات إلى علاقة ثنائية علاقات أمنية مستدامة هناك مباحثات كثيرة بين العراق والولايات المتحدة بخصوص محادثات عن الوضع الأمني والاقتصادي وحتى العلم والثقافي والاقتصادي وحتى السياسي تحدث أيضا عن موضوع سياسي آخر وهو أن العراق يحترم يعني يحترم الخيارات الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه وسنتعامل مع أي إدارة يقصد فينا أي إدارة تقول إذا كانت إدارة سام وحتى إذا كانت إدارة كاملة هارف فبالتالي يعني المرشحين الأساسيين أكيد للشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي قال أننا أيضا العراق مستعدين في المؤكمر الداودي في التحالف ضد داعش وسيكون هناك أيضا تقارير بخصوص ما يعيشه العراق من هذا التنظيم وأيضا تحدث على أكثير من الأمور وخصوصا أنهم العلاقات لن تنفي مع الولايات المتحدة الأمريكية عذرا هبة عذرا لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا من بغداد مرسلة القاهرة الإخبارية هبة تميمي شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات في شأن آخر أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى أهمية استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق رؤية المخطط لها وبما يواكب توقعات المؤسسات المالية العالمية من أجل استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق وخلال اجتماع السوداني مع مجلس إدارة الصندوق أوضح أن مشاريع السكن والبناء المدارس في طريقها للتنفيذ مؤكدا وقوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلا من أن تتولى الدولة التنفيذ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مع لجنة العليا للاستثمار والإعمار ملفات المشاريع الاستثمارية وتطوير أليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وأجه السوداني بضرورة اتخاذ القرارات المتطابقة مع منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة والمضي بخطط الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية خاصة في قطاع السكن أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على ستة متهمين وضبط كدس من المواد المتفجرة من مخالفات تنظيم داعش الإرهابي جنوب العاصمة وذكرت القيادة أن العملية تأتي استكمالا للعمليات الأمنية الجارية في محيط العاصمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وهذا في سياق مشابه أعلنت وزارة داخلية العراقية مقتلى إرهابيين يرتديان حزامين ناسفين في كاركوكا وأشارت الوزارة إلى أن عناصرها تمكنت من ملاحقة ومحاصرة الإرهابيين في منطقة بنجا على علي في محافظة كاركوكا أعلنت وزارة تخطيط العراقية عن تشكيل لجان خاصة بمعالجة المشاريع المتلكئة قال المتحدث باسم الوزارة عبدو الزهرة الهنداوي قال إن العمل المتواصل لمعالجة مشاكل المشاريع المتلكئة في عموم العراق من خلال اللجان المشكلة في وزارة تخطيط وضف أن نحو 2610 مشاريع كانت متلكئة تمت معالجة مشاكل البعض منها والأخرى في طور التنفيذ وكشف أن ملفات 450 مشروعا بانتظار القضاء والنزاهة للبت بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أكدت شركة المنظمة لمعارض بغداد الدولي للكتاب بدورة الخامسة والعشرين أنه شهد المشاركة الأعلى هذا العام واستقطبت دولا عربية وإقليمية وأجنبية وشخصيات فكرية مهمة قال مدير الشركة المنظمة لمعارض الكتاب في بغداد أحمد زكي إن المعارض يبعث رسالة سلام إلى العالم مبينا أن استقبال المثقفين في المعارض هو فرصة لتبادل التعارف بينهم ونوضرائهم العراقيين وأوضح أن المشاركة وصلت قمتها هذا العام ب650 دار نشر بعد أن كانت بعد عودة عام 2012 لا تتعدى مئة دار نشر أفاد مرسل القاهرة الإخبارية بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه التقي بري فليف لازريني المفاوض العام للأونروا في قصر عين التينة اللقاء تناول الأوضاع وتطورات الأوضاع الإنسانية في لبنان وكذلك أليات تحصين خدمة الوكالة المقدمة لموظفي الإغاثة إلى الأردن حيث أعلنت وزارة الخارجية تسلم جثمان المواطن ماهر الجازي ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه ونفذ جازي في الثامن من سبتمبر الجاري هجوما مسلحا بالقرب من معبر الكرامة الحدودي الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى إسرائيليين وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية إن الوزارة تواصل جهودها بتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن المواطنين الأردنيين المحتجزين جراء الحادث وزعت توقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة مساعدات غذائية نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة وقال قائد قوة المستشفى إنه تم تجهيز ثلاثمائة طرد خيري تضمنت مواد غذائية ليتم توزيعها على الأهل في شمال قطاع غزة لمساندتهم وتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مضيفا أن قرابة 1500 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمها إدارة المستشفى الميداني الأردني بدأ رئيس الوزراء الأردني المكلف جعفر حسان مشاورات مع أحزاب مماثلة في مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة كان حسان أكد في وقت سابق أن الحكومة ستعمل بكل تاقتها لخدمة الأردن والأردنيين وتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد لخدمة الأردن والأردنيين وإلى سوريا حيث استقبل رئيس بشار الأسد سكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي سيرجي شواجو وبحث الأسد مع شواجو مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وأفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين وفي سحر المشرق نتحدث عن صناعة قديمة أحيها سوريون مجددا وهي صناعة الصبون التاريخية والتي بدأت في حلب وأصر على مواصلة صناعتها وتوريثها يحافظ صانع صبون سوريون على إرث عمره قرون إذ ينتجون قطع الصبون التي يعتبرها كثيرون من عبق حلب وتراثها وذلك بعد أن توقفت هذه الصناعة الأصيلة بسبب التوترات التي شهدتها سوريا في السنوات الأخيرة ومع عودة الحياة لطبيعتها من جديد في مدينة حلب عادت معها الروح لمصانع الصابون التقليدية التي يعود بعضها للقرن الثامن الميلادي قيمة الصابون الغار الحلبي قيمة عالية كثير لأن أساسه من زيت الزيتون وزيت الغار لا يوجد أي ملونات ولا مواطنة ولا يوجد أي مواد كيميائية داخل فيه فهذا الشيء الذي يزيد الطلب عليه عالميا عنصر الصابون الغار هو عنصر تراسي بالنسبة لمدينة حلب فهي السنة الأمانة السورية اقترحت إدراجه بلقاحة اليونسكو هذا الشيء بيأمن لنا الأمان لعنصر الصابون الغار نفسه وهو شيء كتير مهم ومنتمنى أنه يصير وقد واجهت هذه صناعة عقبات أبرزها عدم القدرة على الوصول إلى المواد الخام إذ إنه يتم تصنيع قطعة الصابون الطبيعية بالكامل من زيتين، الزيتون والغار ما يمنحها رائحة مميزة وقد انخفض عدد الشركات المصنعة للصابون في حلب من مائة وعشرين إلى عشرين فقط لكن لا زال الناس يتقون لهذا النوع من الصابون الذي يعد من علامات المدينة التاريخية أنا يمكن أنا يا الجيل الرابع يا الخامس بهالمصبنة وطبعاً عبورتها لأولادي مثل ما ورتني إياها أبوي ومثل ما هنين دي يرجع ورتول أولادهم أول ما بدينا هيك شمينا فوراً ريحة الصابون بتحسي ريحة حلب أنه بجيتي هلأ منطقة أسرية شميتي ريحة الصابون يعني حلو كتير يعني يعني بعلينا كتير شغلات مو بس أنه صابون بالبيت تستعمليه بتغسي فيه إيديكي تبدأ صناعة سبائك الذهب الأخضر العطرة في حلب من أواخر نوفمبر إلى أواخر مارس وفي الصيف يتم تقطيع المنتج وسقله ثم تعبئته في صناديق لتوزيعه على الأسواق والمحلات التجارية وعندما يصل المنتج إلى السوق يفوح عطره في الأبواء التي لا زالت تحتفظ برونقها وبهائها وإلى هنا تنتهي نشرة المشرق العربي شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء